أهلا بكم في بلا قيود. ضيفنا اليوم ديبلوماسي مصري مخضر. بدأ حياته المهنية في سبعينيات القرن الماضي. تخصص في شؤون الأمن الإقليمي والدولي ونزع السلاح. أمضى تسع سنوات كسفير لمصر في الولايات المتحدة الأمريكية. كان عضوا في الوفد المصري المشارك في مؤتمر مدريد للسلام مع إسرائيل. عام 1991 تولى وزارة الخارجية عام 2013 في فترة من أكثر الفترات حساسية في تاريخ مصر الحديث. أسأل السفير نبيل فهمي وزير الخارجية المصري السابق. عن تداعيات حرب غزة على مصر وخيارات القاهرة للتعامل معها. وعن الموقف المصري من تحديد مستقبل قطاع غزة وخيارات تسوية القضية الفلسطينية. السفير نبيل فهمي وزير خارجية مصر السابق. أهلا وسهلا بك في بلا قيود. أهلا أهلا. لنبدأ بالحرب التي تدور رحاها على عتبة مصر. ما تأثيرها في رأيك على أمن مصر القومي؟ غين عن القول. مصر هي التي بدأت عملية السلام في آقاب حرب أكتوبر مباشرة. ومن ثم تسعى لتحقيق السلام الشامل بين العرب وإسرائيل. وهذا يعني بطبيعة الحال تركيز خاص على الأضايا الفلسطينية. نحن نسعى إلى منطقة شقة أوسطية أكثر أمانا وسلاما. وهذا يعني إعطاء كل صاحب حقه. ومن ثم وجود عملية عسكرية ووجود اضطراب على حدودنا يتناقض مع أهدافنا. ويمس إعننا القومي سياسيا أمنيا واقتصاديا. من الملفات الهامة جدا في هذه الحرب. ملف التهجير. تهجير فلسطيني غزة إلى سيناء. ورفضت مصر ذلك مرارا وتكرارا. وهناك يفترض تطمينات إسرائيلية وأمريكية. هل تثق في هذه التطمينات بأن هذا لن يحدث؟ إسرائيل لها سجل 100% دون أي استثناءات. أنها لا تعيد لاجئين أبدا إلى ديارهم داخل الحدود المحتلة. ومن هذا المنطق. هذا هو سبب الرئيسي لعدم استعداد مصر المشاركة بأي شكل كان. في مسألة التهجير القصري للفلسطينيين. لن نشارك في عملية تكون جزء من مخطط لتمييع الهوية الفلسطينية. من أراضي قطاع غزة أو الدفا غربية. في الأون الأخيرة لوحد قصف إسرائيلي على رفح ذاتها. هل هم في رأيك يسعون لخلق حالة واقعية أمر واقع يدخل فيه الفلسطينيون. ويجتازون المعبر إلى داخل مصر بمئات الآلاف؟ إذا نظرنا إلى أسلوب العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة شمالا والوسط وجنوبا. إنما بالتحديد في الشمال سنجد أنهم لا يفرقون بين هدف وآخر المسألة في النهاية تدمير غزة. أي أن كان الثمن الإنساني في ذلك. ومن ثم اللجوء إلى العنف كوسيلة للتخطيط السياسي. هو ما نشهده أيضا في الوسط والآن في الجنوب. لم الشيء الوحيد الذي يحسب لصالح الإسرائيليين أنهم لم يجذبوا في ذلك. بل من اليوم الأول ذكروا أننا بعد الشمال سنتجه إلى الوسط وأيضا إلى الجنوب. فهذا المخطط وارد ثابت لدى إسرائيل. ونعم يريدون الضغط على الفلسطينيين للتباثر خارج حدود قطاع غزة. وهذا للأسف يرتبط أيضا بالمعابر المصري بالتحديد. وهو ما نرفضه بتاتا. ما هي خيارات القاهرة لمواجهة ذلك؟ مجموعة خيارات أولا ننقل ذلك صراحة وبقوة. بدون أي تردد إلى المجتمع الدولي من إسرائيل إلى أمريكا إلى أطراف الدولية ومؤسسة الدولية مثل أم المتحدة. فهذا نقوله صراحة وننقله أيضا عبر الاتصالات الأمنية المتاحة حاليا وفقا لاتفاق السلام المصري الإسرائيلي. فضلا عن أننا اختخذنا هذا الموقف صراحة في اجتماعات الجامعة العربية على مستوى الوزاري ثم في القمة الأخيرة في الرياض أيضا. أعتبر أن التهجير القصري للفلسطينيين تجاه الحدود المصرية وعبرها يشكل تهديد صريح ومخالف الاتفاقية السلامة المصرية الإسرائيلية. طيب ماذا لو لم يثني كل هذا التعبير عن الموقف القاطع بالرفض لو لم يثني إسرائيل؟ لكل حادث حديث ولعل أترك هذه المسألة للحظتها وإنما كم مرة أخرى كل أي شيء مثل أمن القوم المصري سيكون له رد فعل. طيب هل أثيرت هذه القضية وطرحت فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء إبان عملك كسفير لدى الولايات المتحدة أو كوزير للخارجية؟ حتى قبل ذلك هذه الفكرة مطروحة في مفاوضات مختلفة منذ اتفاق السلامة المصري الإسرائيلي ومات له. طرح مرة كمحاولة تخفيف الكثافة السكانية في قطاع غزة وطرح من نائب مشرق بنقامي الإسرائيلي. وطرح بعد ذلك بشكل اقتصادي من اقتراحات لشيمون بيريز ببناء مناطق اقتصادية في سيناء ليعمل فيها الفلسطينيين بدلا ما يعملوا في إسرائيل. وثم يعودوا ونجده في كثير من الملفات التحليلية ومركز البحث ومركز الأمنية الإسرائيلية. فإذن الموضوع ليس جديدا على الإطلاق. وفي جميع المرات أكدنا أنه لا تفاوض على حدود مصر كمبدأ. ثم لا مشاركة في مسألة التهجير القصري للفلسطينيين عبر الحدود. والحل هو الوصول إلى الاتفاق السلام. وليس محاولة فرض الأمر الواقع على الآخرين. عدم الاعتراف بحق الغير حتما سيدخلنا مرة أخرى في حلقة مفرغة من العنف والعنف المضاد. نريد أن نفهم أكثر الوضع في معبر رفح والذي تسيطر عليه مصر من جهة والفلسطينيون من جهة أخرى. والسؤال هو لماذا لا تمرر مصر المساعدات من هذا المعبر؟ كيفما شاءت هي بدون الحاجة إلى اللجوء إلى إسرائيل للحصول على موافقتها أو إذنها؟ أولا هو معبر للأفراد في الأساس. ليس للبضائح. إمكانياته وتشكيله وتكوينه مرتبط بمراجعة عبور أفراد تجاه مصر أو من مصر إلى قطاع غز. فهو غير مؤسس أصلا للنقل البري الضخم. ثانيا نحن لنا اهتمام بالغ بتوفير حدود الأسف الإمكانيات المطلوبة للأناية الصحية والأناية الإنسانية للشعب الفلسطيني في القطاع. ومن ثم نسعى للتشاور مع الكل لتوفير هذه المساعدات بكل صراحة إذ لم نكن قد تشاورنا مع الجانب الإسرائيلي. وهذا التشاور ليس تشاور مريحا كيانا سيعترضوا على دخول هذه المساعدات. ومن ثم يعاني منها الشعب الفلسطيني المهجر أصلا من دياره. إنما أضيف إلى ذلك نسعى دائما لتوسيع نطاق هذا المساعدات الإنسانية. ولحين على الجانب الإسرائيلي لفتح المعبر الثلاثي جنوب رفع. الذي مشكل أصلا لنقل البضائع. بحيث يكون المرور أسرع وبأعداد أكبر من هذا بكثير. طيب يعني تقول معبر رفع غير مصمم لعبور البضائع. ولكن هذا ما يحدث منذ بداية الحرب. يعني أصبح الآن فوعلة ليقوم بهذه الوظيفة. وظيفة تمرير المساعدات الإغاثية. فالسؤال هو لماذا تتقيد مصر بالأعداد التي تقول عليها إسرائيل. ولماذا تحتاج إلى الرجوع لإسرائيل. بيدها السلطة المطلقة أن تمرر ما تشاء. أولا مرة أخرى احتياجات قطاع غزة في الأيام العادية قبل الغزو الأخير كانت في حدود 800 مركبة في اليوم. هذه الأرقام مستحيلة أن تمر في معبر غزة. آسف في معبر رفع. أي أن كانت الإجراءات والترتيبات. ما يمر الآن لا يتجاوز 300 أو 400. في أخصى يوم كان مثلا 500 طرف. وإنما يجب أن لا ننسى وحضرتك أشارتي في البداية. الإسرائيليين استهدفوا المعبر من الجانب الفلسطيني. ومن ثم وهدوا الطريق من المعبر رفع إلى داخل القطاع. وهو ما أخر مرور البضايع إلى إسرائيل. إلى آسف قطاع غزة. أيام عديدة. ومن ثم أولوياتنا في هذه الجزئية. أولويات إنسانية. نمارس ضغط سياسي على إسرائيل. لتسهيل الإجراءات. وإنما عمليا. إذا دخلنا في صراع مع إسرائيل في هذه الجزئية. ولجوا إلى استهداف المعبر من الجانب الآخر. اللي حيدفع الثمن في ذلك هو الجانب الفلسطيني. دعنا نسأل عن محور فلادلفيا. أو ما يعرف أيضا بمحور صلاح الدين. وله وضعية خاصة في الاتفاقات المصرية الإسرائيلية. الآن هو يتعرض للضربات الإسرائيلية. ما الموقف من ذلك؟. نحن ضد جميع الدربات الإسرائيلية. على قطاع غزة. أي أن كان المكان. وأي أن كان الهدف. نأمل ونتطلع إلى وقفة لق النار عاجل. ثم بدأ عملية للتعامل مع القضايا المعلقة. من تبادل الأسرة والمحتجزين. إلى توفير الاحتياجات الأمنية. إلى التحول إلى عملية سياسية جادة. وليست متواصلة إلى الأبد. حول إقامة حل على أساس دولتين. دولة فلسطينية ودولة إسرائيلية. بجوار بعضهم. ولكن فيما يخص محور فلادلفيا. هل تعتقد أنه على مصر أن توافق؟ أم أن ترفض الطلب الإسرائيلي بنشر قوات إسرائيلية فيه؟ أولا هذا المحور بالتحديد. عندما أعقد الاتفاق السلام المصري الإسرائيلي. الاتفاق لم يشمل هذا المحور بالتحديد. ثم أضيف إليه اتفاق آخر. يرتبط بتوفير حماية أمنية شرطية في الأساس. لمحور فلادلفيا. مع الغازو الإسرائيلي الحالي. وهو محور داخل قطاع. ليس داخل حدودها المصرية. أمام كل ذلك هناك صراحة مخالفات إسرائيلية. القطاع بأكمل بما في ذلك المحور بدون شك. هل العلاقات المصرية الإسرائيلية الآن بحالة جيدة؟ في اعتقادي لا. ليس بحالة جيدة. لأن الجانب الإسرائيلي الآن لا ينظر إلى التعامل سلميا مع جيرانه. وبالتحديد جاره الأول هو الشعب الفلسطيني. طالما كان الموقف كذلك. فهذا يخلق توطر أمني ومخالفة للقانون الدولي لا تتمشى مع التمجهات المصرية. ومن ثم في برود بين الدولتين. إنما في هذا السياق نحاول استغلال القنوات الأمنية. القنوات العسكرية وأيضا القنوات السياسية. ليحث الجانب الإسرائيلي لتغيير موقفها. والعودة من مسألة النظرة العسكرية والأمنية والرغبة في قهر. لن يكون هناك حل أمني لنزاع سياسي وهو نزاع الفلسطيني الإسرائيلي. والعنف يولد عنف. وندخل في حلقة جديدة ومفرغة. وهذا هو حال بالنسبة للقضية الفلسطينية الإسرائيلية منذ إقامة دولة في إسرائيل. طيب مصر لم تلغي أو لم تستدعي سفيرها من إسرائيل. لم تلغي اتفاقية السلام. لكن في المقابل لم يجري ولا اتصال مثلا بين نتانياهو والسيسي منذ بداية هذا الحرب. أنت تصف العلاقات بأنها تمر بحالة من البرود. هل هو برود أم توتر؟ سؤالي في محلو. في اعتقادي أن العلاقات تمر بمرحلة عدم ارتياح. وتناقض واضح في السياسات. إنما نحاول استثمار العلاقة بقدر إمكان. لحس الجانب الإسرائيلي على التراجع عن التصدع القائم حاليا. والمخالفات المباشرة والعميقة لكل قوانين الدولية السياسية والإنسانية حتى في حالة الحرب. إذن الحوار موجود. إنما هو حوار في قدر من الحدة والعتاب. في رأيك سفير نبيل من يجب أن يدير قطاع غزة بعد الحرب؟ قطاع غزة قطاع فلسطيني. ومن ثم الإدارة يجب أن تكون فلسطينية. لا يوجد فصال في ذلك. يعني من تحديدا في الجانب الفلسطيني؟ مثلا الأردن يميل فيما يبدو. لأن منظمة التحرير هي التي تتولى إدارة القطاع للسلطة الفلسطينية. لن ندخل في محاولة الاختيار بين فلسطيني وفلسطيني آخر. إنما الواقع أن السلطة الفلسطينية كانت تدير القطاع. وظلت للموقع حتى بعد أن تركت القطاع بضغطنا من حماس. ظلت توفر مساعدات ومرتبات وخدمات صحية. إنما في النهاية إدارة أرض الفلسطينية يجب تكون للفلسطينيين. وعليهم. هذا سؤال جد ومهم. عليهم اختيار وإيجادة المعادلة التوفيقية فيما بينهم. لخدمة الهدف الفلسطيني وهي إقامة الدولة. هل يجب أن تكون هذه المعادلة تتضمن حماس والفصائل المسلحة الأخرى؟ ما يهمني كماسرية. هي أن تكون المعادلة متسقة مع السلام الشامل في الشرق الأوسط. بمعنى إقامة دولة فلسطينية بجوار دولة إسرائيلية والدولة فلسطينية. بما فيها القدس الشرقية. واسية الوصول إلى ذلك. هذه هي القواعد الأساسية. وهي لعلمك قواعد اليوم الحكومة الإسرائيلية ترفضها. فالمسألة ليست في رفض الجانب الفلسطيني في حسب. إنما المسألة في الأساس أن إسرائيل ذاتها ترفض إقامة دولة فلسطينية بجوار إسرائيل. مع العموم. ردا على سؤالك. السؤال يطرح فلسطينيا فيما بين الفلسطينيين. وإنما لن يتم نقل السلطة أو نقل السيطرة على قطاع غزة. وهو قطاع فلسطيني إلى أطراف غير فلسطينيين. على دربابات وقذائف إسرائيلية. تحدثت عن الدولة الفلسطينية. وكتبت سابقا أن حل الدولتين أصبح تقريبا مستحيلا. هل حل الدولة الواحدة هو الأمثل الآن؟ حل الدولة الواحدة ليس حلا. إنما قد يكون واقعا. هو ليس حلا لأن هناك شعبين. كل منهم له هوية سياسية. إسرائيل بهوياتها السياسية الأسطهيونية. والفلسطينيين بهويتهم الفلسطينية. فإذن والتصارع على أرض. إذا كانت دولة واحدة. مين سيتنازل عن هويته؟ فالواقع. الحل أسف. الواقع. الدولة الواحدة هو واقع. إنما سيكون واقعا مؤلم وليس حلا. حل الدولتين بدون أدنى شك. أصحب الآن. نتيجة التوصل الاستيطاني الإسرائيلي من جانب. ونتيجة الأحداث الأخيرة من جانب آخر. وإنما هو الواقع الوحيد الذي أراه حلا ممكنا يوفق بين أولويات وأهداف وتموحات الجانبين. إذا كانت هناك رغبة حقيقية في السلام. وأضيف نقطة سريعا. مسألة إنه لا يمكن وصول إلى حل الدولتين نتيجة لتنامي الاستيطان الإسرائيلي. أنا الحقيقة لا أتفق مع ذلك على الإطلاق. الاستيطان الإسرائيلي مسؤولية إسرائيلية. إذا كانوا إسرائيليين يريدون بالفعل الوصول إلى سلام. فعليهم التعامل مع الواقع الذي خلقوه. ويجب أن ننسى حصل تهجير إسرائيلي من داخل حدود الإسرائيلية مع العباسة الأخيرة. على الجانب اللبناني وأيضا على الجانب الفلسطيني. في مسألة التهجير مقابل حل شامل وسلام كامل. في رأيي شيء صعب. إنما شيء ممكن. لأن البديل وهو الواقع الدولة الواحدة. ليس حلا يوفر السلام لأحد منه. سفيد نبيل. هل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني صراع سياسي أم ديني أم هوياتي أم ماذا تحديدا؟ في النهاية هو صراع هوياتي. إنما يستخدم في الأغراض السياسية بدون شك. والجانب الديني جزء من هذه المعادلة. فيما يتعلق بالجانب الإسرائيل. يدفع أساسا بيهودية الدولة. وإن كان هناك آخرين. وإن هناك ليس من الديانة اليهودية. الجانب الفلسطيني لا يدفع بجانب الديني. الجانب الفلسطيني يدفع بجانب الهوية حد ذاته. كتبت سفير نبيل عن محمود عباس أنك تقدر لأبو مازن قراءته السياسية وشجاعته في دفع مصار التفاوض الفلسطيني الإسرائيلي. انتهاءا بتوقيع اتفاق أصله في 1993. ولكن ما رأيك في أداء محمود عباس في هذه الحرب؟ لا أعفيني من الدخول في مسألة الأداء. ليس لترددي في ذلك. وإنما لأنه وقفت لق النار هو المسألة الأولى التي لها أهمية. لا يمكن أن أتوقف عند أداء طرف أو آخر مع أهميته واحترامي له في مقابل ترك الساحة لنزيد من القتل الفلسطيني. هل كان على مستوى الحدث؟ هو حدث كبير. هذه الحرب حدث ضخم جدا يحدث في المنطقة للشعب الفلسطيني. هل الرئيس الفلسطيني كان على مستوى هذا الحدث؟ مرة أخرى لا أريد الدخول في مسألة تقييم الأفراد. وإنما أدعو إلى تنشيط التنشيط السياسي الفلسطيني برفع علامات التحذير. وتوضيح أيضا تفاصيل الخطوات التي تستحل الوصول إلى إقامة دولتين. على المجتمع الدولي أن يسمع السوط الفلسطيني كمبادر كمن يلفت للنظر لخطوة الأوضاع. ولا يكون لمسألة مجرد رد فعل أحداث إسرائيلية. أمريكا كيف ترى دورها؟ وأنت كنت سفيرا في واشنطن تسع سنوات. دورها حتى الآن. وهل تغير منذ 7 أكتوبر حتى يومنا هذا؟ دورها مؤسف. دورها ليس على مستوى دولة عظمى. وليس على مستوى دولة عالمية بمعنى. لها مصالح في مختلف أنحاء العالم وعلى المدى الطويل. أنا انتقاط رئيس بايدن وبشدة لحضوره مجلس حرب إسرائيلي قبل عملياته. وهذا يعني أنه يتحمل مسؤولية بعض ما أعقب ذلك. هناك بالفعل تتحول في الموقف الأمريكي ليس بقدر الكافي. رفض أمريكا دعم وتأييد وقفة لقل النار في مبادرات مختلفة للحول المتحدة. شيء مهين. إنما هناك تغير في الموقف الأمريكي أن يطالب على الأقل بهدن مستمر. ويطالب على الأقل بعدم تجاوز في العامات العسكرية. ويأخذ في اعتبار المدنيين. فهذا التحول لما ليس بالتحول بالقدر الكافي المطلوب أن تتحمل أجل المتحدة مسؤولياتها كدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن. وهو المجلس المنوط به متابعة وضمان الأمن والسلم الدوليين. وهناك مسؤولية خاصة في ذلك. ماذا عن رأيك في الرئيس السيسي وتعامله حتى الآن مع هذه الحرب؟. هناك من يأخذ عليه أنه لم يذكر مثلا مسألة الخطوط الحمراء كما فعل مع الجفرة في ليبيا. لم يقل إن أوادي غزة خط أحمر مثلا؟. الحقيقة مرة أخرى. الهدف المصري هو تأمين الفلسطينيين. ومع هذا إذا نظرتي ورجعت قطاب الرئيس السيسي في قمة الرياض. تتجد أنه كان قطاب جامع لعناصر كثيرة وكان قاطف حاجات كثيرة. بل هو كان يمكن الرئيس الوحيد أو من القلاق. الذين أشاروا إلى ضرورة محاسبة إسرائيل على مخالفاتها للقانون الدولي. فإذن الرغبة المصرية موجودة. ونحن قادرين على حماية أننا القومي. ولم نسمع عن موقف رسمي علني. يعكس المساس بذلك. فيما يخص مصر مباشرة. إنما بدون شك كما سمعناه بالنسبة للتهجير القصري. له تأثير مباشر على الأمن القومي المصري. وكما ذكرت لكل حادث حديث. وستكون هناك تدعيات مثل هذه الخطوة. السفير نبيل فهمي وزير خارجية مصر السابق. شكرا لوجودك معنا في بلا قيود. اشتركوا في القناة